عملية رفع مع كل نتيج الدموية اللي حتتركها على المدنيين الفلسطينيين منى إلا هروب للأمام من قبل إيادة السياسية الإسرائيلية للاهلأ ما بتملك تصور لكيف حتخلص الحرب وتحقق هدفها بإنهاء حكم حماس هيدا اللي كشفته عدة تطورات خلال اليومين الماضيين يورام حامر مسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن الكومي الإسرائيلي واللي ضمن صلاحياته وضع خطة إسرائيل لحكم كطاع غزة بعد الحرب قدم استقالتهم بارح بسبب عدم اتخاذ المستوى السياسي أرار بخصوص اليوم التالي بعد الحرب بنفس النهار تسرب الانتقادات وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليفي لرئيس الحكومة بنيمين نيتانياهو بسبب عجزه عن وضع سراتيجي لليوم التالي بعد الحرب ربطت انتقادات هاليفي بين غياب هالخطة والتخبط اللي عم يعاني منه الجيش من خلال اضطراره للعودة للإتال بمناطق آتال فيا سي بيان بشميل غزة بدون الجهد الديبلوماسي لحل المسألة رح يضل الجيش علان بالإتال مع حماس إلى ما لا نهاية نقلت الكنات 12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بالجيش باليوم نفسه انتقادات مشابه وكشفت عن محادثات من داخل اجتماعات الحكومة الإسرائيلية بتأكد وجود خلافات على كيفية إدارة التخطيط لليوم التالي دوره نبه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل من موقع الحريص على مصالحه انه الهجوم عرفح ما رح ينهي حكم حماس بظل هالمشهد السياسي الدمار والقتل منوا صورة ناصر عسكري بل صورة سكوت أخلاقي ناصر العسكري بيقدر تحقيق أهداف الحرب الأساسية وهالشي مش بس ما صار ما في حتى تصور عند الإسرائيليين لكيف ممكن تحقيقه